ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات وذلك بحضور عددين من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف توطين وتعمق صناعة السيارات خاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء وذلك في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا مواجهة بتشكيل مجموعة عمل لبحث دعم آليات تحويل السيارات النقل والمايكرو باس للعمل بالكهرباء